أخيرا وبعد خمس ساعات تحت قبة البرلمان وبين شد وجذب أقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بالغالبية عدد كبير جدا من مواده مرر من دون أي تعديل وكان من نصيب مادة جدلية فقط إذ جرى خفض غراماتها المالية إضافة إلى حذف فقرة واحدة قانون جدلي رأاه معارضوه الأسوأ والأخطر في تاريخ الأردن أسوأ من الأحكام العرفية هذا تكميم للأفواه أنا بطالب الملك أن يسحب هذا القانون ولاه الصلاحية كاستعقاغ دستوري للأسف تم إقرار القانون كما جاء من الحكومة بنصوص ومواد محاربة للحريات ومحاربة العمل للصحف والعمل الإعلامي في الأردن كان في تقليص خجول فقط في المادة 15 المادة 16 بقيت زي ما هي 50 ألف دينار لاغتيال الشخصية الذي لم يفسر هذا المصطلح حتى في مراقشاتنا الحكومة ومناصر القانون أكدوا أنه ضرورة ملحة لوضع حد لجرائم العالم الافتراضي ولضرب كل من ينتهيكه بيد من حديد معتبرين أن القانون جاء لحماية المواطنين وليس خروجا عن الدستور جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور لا ترى الحكومة بأنها تمس أو ينطقس منها إطلاقا في مشروع القانون المنظور جوهر الحريات تستنت على فكرة حماية جميع الأردنين الذي استهدف مباشرة من هذا القانون كان المواطن أردنا حمايته أول شيء أخلاقيا اجتماعيا اقتصاديا بطاقتك حسابك ثم بعد ذلك سياسيا من قصة التنمر التي ثم أردنا حماية مؤسساته السياسية القانون سيكون في عهدة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لمناقشته وفي حال الموافقة عليه يرسل إلى الحكومة لاستكمال إجراءاته دستورية إقرار قانون الجرائم الإلكترونية لن يمر مرور الكرام يقول معارض خطوات تصعيدية أقرتها تنسيقية سحب المشروع كي يتم رده وتطالب بلقاء ملك الأردن معتبرة أن المشروع انقلاب على الدستور وأنه يغتال منظومة التحديث السياسي ويصيب حرية الرأي في مقتل لأن شهين عمان قال ما يدين